بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم الموسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بناة الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم لأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلة يا لأستاذ نسرين النصار بمشيعة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي ودرسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان التهيئة الفصل الثالث عشر إذن فكرة الدرس اليوم ابناء بناتي التحقق من تمكن الطلاب من المتطلبات السابقة وهي العد بالقفز خمسات العد بالقفز عشرات تمييز الورقة النقدية من فئة ريال وفئة خمس ريالات كذلك حل المسألة بالبحث عن النمط إذن ابناء بناتي هذه هي أفكار أو فكرة درس اليوم بمشيئة الله نتعرف على عنوان ابناء بناتي هذا الفصل هذا الفصل الثالث عشر يحمل عنوان النقود إذن عنوان الفصل هو النقود الآن ننطلق ابناء بناتي مع هذا الاستكشاف وهنا يقول إذا كان ثمن الزهرة الواحدة ثلاث ريالات إذا كان ثمن الزهرة الواحدة ثلاث ريالات فما ثمن الزهرتين إذن نريد ثمن ماذا الزهرتين هل نستطيع تحديدها يا مبدعين أترك لكم الفرصة تفضلوا بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين صوت الإجابة بارك الله فيكم إذا كان ثمن الزهرة الواحدة ثلاث ريالات ثمن زهرتين ابناء بناتي كم سيكون زهرة الأولى ثلاثة زهرة الثانية ثلاثة كم مجموعها ست ريالات بارك الله فيكم إذن نكتب الإجابة هنا ست ريالات إذن بهذا الشكل ابناء بناتي أجبنا على سؤال استكشف الآن ابناء بناتي سنتعرف على المفردات الجديدة التي سنتطرق في هذا الفصل بفشيعة الله لدينا المفرد الأولى ريال واحد ريال واحد هذه المفرد الأولى ابناء بناتي المفرد الثانية لدينا ريالان ريالان إذن تعرفنا على المفرد الأولى والثانية المفرد الثالثة خمسة ريالات خمسة ريالات المفرد التالية عشرة ريالات عشرة ريالات إذن هذه المفردات ابناء بناتي بإذن الله في تنايا دروس هذا الفصل سنتعرف عليها أكثر وأكثر الآن ننطلق وإياكم أبناء بناتي إلى أسئلة التهيئة وهنا السؤال الأول أعد بالخمسات وابتدأ هنا بماذا خمسة عشرة هل تستطيعون أن تكملوا أبناء بناتي تفضلوا سأترك لكم الفرصة الكافية تفضلوا يوموا وابدعين تفضلوا تفضلوا هيا مبدعين أعطناكم الوقت الكافي بارك الله فيكم هل استطعتم أن تعدوا بالخمسات بارك الله فيكم إذن نبتدأ بالخمسة هنا أبناء بناتي بعد الخمسة نقول عشرة مبدعين طيب بعد العشرة يا مبدعين نعد نضيف عليها خمسة يا أبناء بناتي كم ستكون بارك الله فيكم خمسة عشر إذن سأكتب هنا خمسة عشر بارك الله فيكم طيب يا أبناء بعد الخمسة عشر كم سيكون أبناء بناتي نضيف خمسة كذلك أخرى مبدعين عشرون إذن أبناء بناتي نكتب هنا عشرون أسعدكم الله طيب أبناء و بناتي هل نستطيع أن نتعرف على العدد التالي هنا نعم نعد ماذا بالخمسات بعد العشرون أقفز خمسة كم ستكون خمسة و عشرون بارك الله فيكم إذن نكتب هنا خمسة و عشرون إذن بهذا الشكل طيب أبناء و بناتي بعد خمسة و عشرون ماذا يأتي مبدعين ثلاثون إذن أضفنا خمسة أخرى أبناء و بناتي كم ستكون ثلاثون إذن نكتب هنا ثلاثون هل تتذكرون معي أبناء و بناتي لوحة المئة كنا نعد قفزيا فيها اثنينات و خمسات و كذلك عشرات صح أو لا لا مبدعين أسعدكم الله إذن بهذا الشكل نكون أجابنا على السؤال الأول الآن نمسح و ننتقل و إياكم إلى السؤال الثاني هنا بنفس الفكرة و لكن يقول أعدوا بماذا بالعشرات بالعشرات ابتدأ بعشرة و من ثم عشرون هل تستطيعون أن تكملون تفضل يا أبطال شكرا لكم تبدو رمو يا شكرا لكم شكرا لكم اشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارك الله فيكم طيب بعد العشرون ماذا يأتي يا أبطال ثلاثون إذا نكتب هنا ثلاثون بهذا الشكل طيب بعد الثلاثون ماذا يأتي يا أبطال مبدعين أربعون إذا نكتب هنا يا أبطال أربعون ماذا يأتي بعد أربعون يا أبطال خمسون إذن نكتب هنا خمسون إذن بهذا الشكل أبنائي بناتي أكملنا الأعداد الآن نعود ونعدها مع بعض عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون بارك الله فيكم سهلا ولا صعب يا أبطال مبدعين أسعدكم الله أبنائي بناتي الآن نمزح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي وهنا يقول أبنائي بناتي أحوط العملة النقدية من فئة ريال وأضع علامة X على العملة النقدية من فئة ريالان وأضع خطا تحت الورقة النقدية من فئة خمس ريالات إذن هنا طلب مني ثلاث طلبات يا أبطال أن أحوط العملة النقدية من فئة ريال وأن أضع علامة X على العملة النقدية من فئة ريالان وأن أضع خطا أبنائي بناتي تحت الورقة النقدية من فئة خمس ريالات هل نستطيع؟ بارك الله فيكم أولا أبنائي بناتي أريدكم بالطلب الأول هنا أن تضعوا أو أن تحوطوا الورقة أو العملة النقدية من فئة ريال فقط الآن نريد أن نركز عليها القطعة النقدية من فئة ريال نحوطها وتفضلوا يا أبطال شكرا شكرا هيا مبدعون وصلتوا لإجابة هل حوضتوا العملة النقدية من فئة ريال؟ بارك الله فيكم إذن لدينا هنا ثلاث عملات نقدية من فئة ريال حددوها معي يا أبطال يلا على الشاشة مبدعين هذه العملة الأولى من فئة ريال كذلك أبناء بناتي مبدعين هذه كذلك عملة نقدية من فئة ريال ونرى أنه أكتب عليها ريال واحد صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم كذلك في الأسفل هنا عملة نقدية من فئة ريال إذن بهذا الشكل أجبنا على المطلوب الأول الآن المطلوب الثاني أن أضع علامة إكس على العملة النقدية من فئة ريالان هل نستطيع يا أبطال؟ تفضلوا بارك الله فيكم هل نستطيع يا أبطال؟ هل نستطيع يا أبطال؟ يا أبطال حددت العملات النقدية من فئة ريالان وضعت عليها علامة إكس كم عددها يا أبطال؟ مبدعين لدينا هنا عملتين نقدية من فئة ريالين الأولى نجدها هنا ونرى أنها مكتوبة عفوا المطلوب أبناء بناتي ماذا؟ لا نحوط أن نضع علامة إكس بارك الله فيكم إذن سنضع علامة إكس عليها ونرى أبناء بناتي أن هذه العملة كتب عليها ريالان طيب يا أبطال العملة النقدية الثانية وين يا أبطال؟ مبدعين هنا بارك الله فيكم إذن أضع عليها علامة إكس كما طلبها مني في السؤال إذن بهذا الشكل أجبنا على الطلب الثاني الطلب الثالث أن أضع خطا تحت الورقة النقدية من فئة خمس ريالات هل تستطيعون؟ فضلي أبطال هيا أبطال صلت للإجابة بارك الله فيكم إذن هنا أبناء بناتي لدينا ثلاثة أوراق نقدية من فئة خمس ريالات هل حدتوها؟ مبدعين هذه الورقة النقدية الأولى من فئة خمس ريالات كذلك هذه ورقة نقدية أخرى من فئة خمس ريالات لماذا تختلف أبناء بناتي؟ هذا الوجه الأول لفئة الخمس ريالات وهذا الوجه الثاني أبناء بناتي لفئة الخمس ريالات كذلك هناك ورقة نقدية أخرى مبدعين في الأسفل هنا نرى ورقة نقدية من فئة خمس ريالات ونرى أنه كتب عليها خمس ريالات بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ومنه ننتقل إلى السؤال التالي هنا يقول يوجد ثلاث مزهريات في كل منها عشر وردات ما عدد الوردات في هذه المزهريات؟ هل تستطيعون يا أبطال؟ فضلوا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلت الإجابة؟ مبارك الله فيكم لدينا ثلاث مزهريات كل مزهرية بها عشر وردات نريد أبناء بناتي عدد الوردات في هذه المزهريات إذن هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة أستطيع أبناء بناتي أن أعد بالعشرات فنقول عشرة عشرون ثلاثون إذن أبناء بناتي نستطيع أن نجيب على هذا السؤال ونقول عدد الوردات في هذه المزهريات هو ثلاثون وردة وبهذا نكون رجبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء بناتي نكون وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحي والاحترام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر